بس استرعاد القرار بتضمين خطير اتحدث عن الانتهاكات اتحدث عن القفز على الدستور ما يخص بإهانة كرامة للإنسان وعدم احترامه بالمادة 37-38 وأيضا نص المادة الدستورية الـ 14 اللي تتحدث أيضا عن باب الحريات والحقوق عن أنه أكو محاكم خاصة أكو هيئة تحقيقية خارج القانون أكو قفز على صلاحيات المحاكم أكو تداخل من السلطة التنفيذية بالسلطة القضائية شو شبق بيها هذا اللي ذكرت كله صحيح وهذا هو يعني ورد في القرار قرار الحكومة اللي حكمت فيه المحكمة الاتحادية كل هذه النقاط الدكتور قصي وردت جميعا شوفوا ليش هي يعني احنا من البداية تتذكر انت احنا قلنا يعني الأبرغيف من البداية هاي الأعمال هاي الانتهاكات هاي الفضاع اللي ارتكبتها كلها مخالفة للدستور الدستور بالمادة 37 أولا سواء أليف باء جيم ضمن حرية الإنسان ضمن حرية الإنسان ضمن يعني كرامته وأيضا حرم جميع أنواع التعذيب وحرم توقيفه بدون أمر قضائه إذن كل هذه الأمور دكتور هذه تضمنتها المادة 37 أولا من الدستور العراقي هاي كلها كلها يعني لجنة أبرغيف انتهكت انتهكت هذه يعني انتهكت هذه طيب أستاذ يجي سؤال هنا عنوانها ما انشيتها كان لجنة مكافحة الفساد هل كانت لجنة لمكافحة الفساد أم ماذا ماذا كافحت هذه اللجنة كانت أنا أطلقت عليها لجنة مكافحة حقوق الإنسان لجنة مكافحة كرامة الإنسان حرية الإنسان هذه اللجنة هذه اللجنة لا علاقة لها بالفساد اطلاقا لا من بعيد ولا من قريب ولم تحارب فساد قط بل هي كانت أس الفساد هذه اللجنة هي كانت لجنة للابتزاز ولجنة لإهانة ولمصادرة حريات الناس وكرامتهم وحقوقهم المدنية لأقرها الدستور ما كانت أبدا في يوم من الأيام لجنة لمكافحة الفساد ولو كانت هذه اللجنة فعلا وحقا هي من جاءت لمحاربة الفساد لو وقفنا جميعا ودعمنا جهود هذه اللجنة لكن هذا الكلام أنا أسألك وأنا هذا الموضوع تحدثت فيه في أكثر من قناة فضائية وأمس يوم أمس أنا في أكثر من قناة فضائية ذكرت مع الأخوة ومع قلت لهم انطوني انطوني خلي أي واحد يطلع ينطيني ملف واحد من ملفات الفساد الكبرى الأربعين اللي ذكرها رئيس الوزراء السابق عادل عبدالبهدي فتحت في لجنة أبرغي واحد بس واحد ملف واحد من هذه الملفات الأربعين اللي ذكرها رئيس المزراء السابق أمام مجلس النواب العراقي هذه لجنة هذه التسمية بس يعني أطلاق عليها بس هي الحقيقة كانت لجنة للابتزاز ليس إلا ترجمة نانسي قنقر